بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم ندوة الحنج ولعل فذلتكم تفضل بشرح مبسط للأخوة المستمعين للشرط الأول والأدلة عليه من القرآن والسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشرط الأول من شروط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل بحيث لا تشوبه شائبة شرك ولا يكون فيه قصد لغير الله عز وجل وهذا لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليس المهم أن يكثر الإنسان من الأعمال وإنما المهم الإخلاص لله عز وجل فيها فإن الأعمال مهما كثرت إذا لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل فإنها لا تنفع صاحبها إذا لم تكن مؤسسة على عقيدة سليمة خالصة لوجه الله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ويقول سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا في آيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ويقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ويقول سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص فلا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الدين الخالص والعمل الخالص لوجهه الكريم ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء ويقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مما يدل على أنه لا بد من الإخلاص في كل قول وعمل يعمله الإنسان ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين فدائما يأتي مع الأمر بالعمل والأمر بالعبادة والأمر بالدعاء يأتي معها الأمر بالإخلاص لله عز وجل مما يدل على أنه ليس المهم هو صورة العمل أو كثرة العمل وإنما المهم الإخلاص لله وربما يكون عمل كثير لكنه يضيع هباء منثورا تصالح نعم وربما يكون عمل قليل لكنه يدخل صاحبه الجنة نعم